تشاوروا وتحاوروا في اليوم العالمي للحوار حملة لوزارتين الاتصالات والإعلام تستهدف السياسيين والمواطنين تقرير يا رالهندي ب12 تموز الحكى على حساب وزارة الاتصالات بس انتوا عليكم تتحاوروا هاللوحات الأعلانية ملت الطرقات وباليوم العالمي للحوار هالحمل اللي تعاونت فيه وزارتين الاتصالات والإعلام تشاوروا وتحاوروا في اليوم العالمي للحوار حملة لوزارتين الاتصالات والإعلام تستهدف السياسيين والمواطنين تقرير يارا الهندي بـ 12 تموز الحكي على حساب وزارة الاتصالات بس أنتوا عليكم تتحاوروا هاللوحات الإعلانية ملت الطرقات وباليوم العالمي للحوار هاللوحات الإعلانية ملت الطرقات لقيت صداها ولكن شو أهدافها وكيف رح تترجم على الأرض هذه الحملة مش بس حملة سياسية وبيعتبرها أنا حملة أكثر من هيك تتخطى هيك لأنه نحن اليوم بحاجة للحوار حتى ضمن البيت الواحد رح نقدم 30 دقيقة مكالمات مجانية على شبكة الخلياوي بـ 12 تموز وعلى الشبكة السابتة رح نزيد 50 جيجاوات انترنت وألف دقيقة حكي بيضلهم صالحين خلال شهر تموز عم نحكي عن الحوار عم نحكي عن التواصل عم نحكي عن أنه الناس تحكي مع بعضها وهيدا أقل شيء نحن فينا نطلبه بقول وبأكد أنه رفض الحوار من بعض الكوى السياسية هو أمر غير صحي هاللوحات الإعلانية موزعة بالمناطق المجاورة لمنازل السياسيين على أمل تأثر بكل شخص معني وعيش بلبنان وعم يتحمل تبعات القرارات العشوائية لأهل السلطة لقيت صداها ولكن شو أهدافها وكيف رح تترجم على الأرض هذه الحملة مش بس حملة سياسية وبعتبرها أنا حملة أكثر من هيك تتخطى هيك لأنه نحن اليوم بحاجة للحوار حتى ضمن البيت الواحد رح نقدم رح نحن اليوم بحاجة للحوار عم نحكي عن الحوار عم نحكي عن التواصل عم نحكي عن أنه الناس تحكي مع بعضها وهيدا أقل شي نحنا فينا نطلبه بقول وبأكد أنه رفنين مكالمات مجانية هولي سببان لما يكون عندهم أي حجة أنه ما يتحاوروا هالحملة إذن بتستهدف المواطنين بين بعض وكمان الحكام وهيدا فرصة تكون تحاوروا وتشاوروا من دون أي كلفة من 12 دموز لآخر الشهر تم يدفع كلفتها اللبنانة كل أيام السنة زعب المناطق المجاورة لمنازل السياسيين على أمل تأثر بكل شخص معنا وعيش بلبنان وعم يتحمل تبعات القرارات العشوائية لأهل السلطة هي حملة موجهة من وزارة الاتصالات للشعب اللبناني لأنه في إنقصام بالبلد سياسي عم بتشجع ناس يرجعوا يحكموا مع بعضهم وبخصوص الأرقام الموجودين على اللوحات إنه أرقام حقيقية منا وهمية أبدا نحن جبناهم من شركات الاتصالات وبعتنا لهم عبيوتهم كل واحد بيقسموا مع رسالة لقالهم وبلايحد أرقام سياسيين البقيين اللي يتحاوروا فباليوم العالم للحوار واحد اتنين مكالمات مجانية هؤلاء سببين لما يكون عندهم أي حجة أنه ما يتحاوروا هالحملة إذن بتستهدف المواطنين بين بعض وكمان الحكام وهيدي فرصة تكون تحاوروا وتشاوروا من دون أي كلفة من 12 دموز لآخر الشهر تم يدفع كلفتها اللبناني كل إيام السنة ترجمة نانسي قنقر